لو معاك عشرين الف جنيه تعال اقول لك ازاي تخليهم سبعين الف جنيه خلال تلتة او اربعة شهور او تخليهم مية وعشرين او مية وخمسين الف جنيه خلال سنة او تلتمائة الف جنيه خلال سنتين. اهلا بكم عزيزيزي مشهدي ومتوقع قناة مهراز رعية في كل مكان مشروع ان هذا مشروع بسيط جدا سهل جدا لا يحتاج الى هناك خاصة ولا يحتاج الى خبرة. المشروع هو تدوير وتربية نباتات السرو الليموني او سرو الجلد في المناطق زي المناخ البارد او المعتدل زي مصر. او تربية الطوية جلد في المناطق الحارة زي دول خليج ودول العراق. مشروع لا يحتاج الى خبرة سهل جدا. تعالنا اترافنا معنا تعالى. المشروع خطوة بخطوة. اول خطوة عندي هي اه ازاي احصل على شتلات اه السرو الليموني او جولد السار او التوية جولد. اللي هي العصر. اه طبعا اه بقوم باشتري الشتلات دي من اي مشتل لانتاج اه هزي الشتلات. اه الشتلة سعرها بتراح اه بحوالي اه سبعة الى تمانية جنيه لو كانت بالعمر ده زي ما انتم شايفين كده اه دي عمر الشتلات. دي في كيس اه مقاس عشرة. اه لا يتعدى سعرها سبعة او تمانية جنيه. يعني لو انا جبت الف شتلة في تمانية جنيه بقى كده عندي تمن تلاف جنيه شتلة. ده اول باند في المصرف وات. ده كده اللي بالنسبة لي السارو الليموني او الجولد ستار. اه ممكن كمان اه يعني اه احصل على شتلة اصغر حجما. بيكون سعرها بحوالي من تلاتة الى خمسة جنيه. لكن انا افضل الحجم ده عشان ده بيجيب معي بسرعة جدا. ده ممكن خلال تلات اربعة شهور. اه العود يبقى طوله حوالي سبعين تمانية سنتي وبيعه بسعر مش اقالي من خمسين ستين جنيه. ده شتلة التوية او العصف. ده بانزر التوية طبعا انت عارفينه. برضو سعر الشتلة بتراح برضو من سبعة لتوانية جنيه. اه فالموضوع بسيط جدا. بكون طبعا مجهز كاتة ارض فاضية. اه زي ما حالكم شايفين كده بالزبط. اي كاتة ارض ارض عندي غير مستخدمة. ممكن في السطوح لكن بيضع اسفل كل قصص من دول. اه اي اه طبق بلاستيك عشي يجمع المياه فيه ويفضل كمان انا انا اقاملها بالرمل. اه لك طبعا لو في الارض هيبقى افضل اه في التربية. وبقى يكون مجهز تربة سمره وبقى يكون موزقة بقى تربة سمره زي ما شايفين كده كل مثلا حوالي اربعة اخمسة متر بيكون وضع اه كمية من تربة سمره عشان انا ما اجي اعمل عمية تدوير في القصص اللي هي الفخار اللي انتوا شايفينها ديت. يبقى الموضوع بالنسبة لي سهل. بدلا ما كل شوية اه استخدم عربية من اللي هي الصغيرة اللي هي البراويتة او العربية الصغيرة براحت الجر. لا هنا بقى عن طريق مسلا للودر. اه او الجرار الزراعي بقى الكمية بكمية كل حوالي خمسة متر. اه ده ما نزع بقى القصص او بنسمعها الشوالي اللي هي القصص الفخار اللي انا عاستخدمها في اه التدوير. اه سعر الواحدة من دول حوالي من سبعة الى تمانية جنيه. برضو هافترض ان انا هجيب الف في تمانية جنيه لو السعب الاعلى. يبقى كده تمان تلاف جنيه. يبقى كده مالي. القصص والشتلات حوالي ستاشر الف جنيه. بحيث انها اعمل الف نبات. هول في عندي اربعة تلاف جنيه اللي هي تمان التربة الطنية. وتاكلفة العمالة واستخدام المياه طوال هزي الفترة. يعني اه اقصى حاجة هسرف تحوالي عشرين الف جنيه تقريبا. وممكن يعني زيت الف او اتنين مش فرقة. بعد كده بتبدأ من حيلة عملية التدوير زي ما انتم شايفين. اه دي كده اه بفتح الكيس. بشيل البلاستيك بتاعه وبكون واضع كمية من التربة الطنية في اه اه اسفل الاناء اه او في داخل الاناء. اسفل الشتلة وبعد كده بضع الشتلة اسبتها في النص وكمل حوالي منها بالااا التربة الطنية. هنا بيفضل استخدام التربة الطنية لان هي دي انسب حاجة بالنسبة لآآ السعر وغير مكلفة. وآآ بتتحمل آآآآ العطش او بمعنى صح ممكن آآآ في الصيف. اروي كل يومين ثلاثة اربعة. آآآ اللي اصاروا من النباتات اللي بتحتاج الري المستمر. هقول طبعا على كل حاجة. وانا في حاجة مهمة جدا اقول لك عليها. بحتاجها لو آآ انا هاستمر في المشروع لمدة سنة. بحتاجها في شهر ثلاثة او في شهر اربعة. وده اقول لك عليها في نهاية الفيديو. آآ كل شيات اللي بعبيها ببدأ اديها مية عشان آآ آآ اضمن ان انا ما حصلش عندي مشكلة ونبات ممكن آآ يموت مني. مباشرة بعد ما آآ ادور مجموعة من آآ الاصص ببدأ عملية عملية راي. طب هنا بنلاحظ في نقطة مهمة ان آآ آآ القائم بالعمل بيعمل نقرة بالفاس كده او حفرة صغيرة بالفاس في آآ الارض دي عشان اثبت فيها الاصصيس. آآ بعمل كده حوالي آآ حفرة عمق حوالي سمعة ثانية سنت عشرة سنتي واثبت فيها الاصصيس من اسفل آآ عشان رياح وفي نفس الوقت برضو آآ الاصصيس كمان لما ابدأ انا اروي الارض آآ بيبدأ آآ آآ الجدر يكبر ويخرج من آآ السوق الموجود اسفل الاناق وممكن هو يعيش على الغطوبة الموجودة في التربة. ده منظر الاصص ما شايفين كده باجعل بين كل الاصصيس واصصيس مسافة بحيث انه بات ياخد حجم كويس جدا. يعني اقدر اقول مسلا بين الاصصيس واصصيس حوالي مسلا آآ خمسة وعشرين سنتي من كل اتجاه كما ترون. دي كمية كبيرة نحن ضيعناها طبعا ان ان شاء الله آآ ناوي اقوم به آآ يعني آآ تدوير آآ كمية تملأ كل كترة الارضة التي آآ رأيتوها في الفيديو. اه دي هي وبيا يعمل النقرة وبيثبت هنا آآ الاناق كما ترون. دي بقى الارضة هيت ان شاء الله بازن الله هتتعمل كلها. ده منظر الشتلات آآ اللي تم آآ زراعتها. الموضوع ده آآ بازرعه في بالزبط آآ نهاية الشهر العاشق اكتوبر مع بداية شهر حداشر او شهر آآ نوفمبر. وممكن يقعد عندي آآ حداشر واتناشر واحد واتنين. ممكن في شهر تلاتة ابدأ ابيع الشتلة بكون وصلت فيها حوالي خمسين الى ستين سبعين سنتي. يعني انا بعد حوالي تات او اربع شهور ممكن آآ ابيع الشتلة اللي هي طولها من خمسين لسبعين سنتي بحوالي من خمسين الى سبعين جنيه. يعني اقدر اقول ان انا لو بدأت تبع اشرين الف جنيه. الف شتلة. تكلفتهم علي عشرين الف جنيه. هقدر في نهاية التلات اربع شهور ابيع منهم بحوالي سبعين الف جنيه. يعني فيه مكسب حوالي خمسين الف جنيه خلال تلات او اربع شهور. لو انا تركت هزي الشتلات او هزي النباتات الى آآ نهاية العام وتتبعها في آآ العام القادم في شهر مسلا عشرة. آآ يعني هيقعدوا عندي سنة. آآ ممكن العود يوصل ارتفاعه لحوالي متر وربع متر ونص. وهنا ممكن ابيعه بحوالي مية مية وعشرين مية خمسة وعشرين جنيه. يعني ممكن اكسر على الاقل حوالي مية الف جنيه خلال السنة. الموضوع مربح جدا وجميل جدا جدا وهو سهل جدا بدون اي خبرة. طب يا رايقوا فيه الحجم ده. الحجم ده كبير شوية. آآ الاسس بتاعه بيكون اصلا كبير يعني من البداية بجازة او بختار الاسس كبير وهاليك لوقات حجم الاسس ده الكبير منه. آآ ده خلال تعريبا سنتين بيوصل عندي آآ شتى للحجم ده. شتى لما عشرة جنيه. ده تمنها مش اقل من تلتمية الى ربعمية جنيه. تخيل حاجة بتبدأ بعشرة جنيه. واتبعها بتلتمية ربعمية جنيه. تخيل المكسب كام في المية. اضعاف 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 الرقم انت حطه. يعني لو عندي الف شتلة في تلتمية جنيه يعني بتكلم في تلتمية الف جنيه خلال سنتين. موضوع مربح جدا جدا ولا يحتاج الى اي مجهود ولا اي عناية. آآ في حاجة انا كنت قلت لكم عليها في آآ اعملها المفوضة عندي بداية من آآ شهر تلاتة. آآ بيبدأ الجوي حارة عندي خاصة في مناطق الحارة. فهنا لازم استخدم آآ اي آآ غطاء للشتلات. يعني اعمل عملية تغطية للشتلات عن طريق آآ شاشة تزليل. واعمل عملية تزليل خفيفة على الشتلات دعيات. او ممكن آآ البعض بيزرع آآ بعض النباتات آآ في وسط هذه الشتلات لعملية التزليل. لكن انا بفضل اسهل حاجة ان انا بجيب شاشة تزليل واعمل تزليل فوق الشتلات دي بداية من شهر للحماية من ارتفاع درجات حرارة والشمس مباشرة عشان كمان ما استهلكش او ما سنزيفش كمية مية وبتكون عندي التكاليف عالية. النسبة بقى للتويا جولد او العصف اللي احنا شايفينه حاليا قدامنا آآ ده التويا جولد. آآ ده لا يحتاج الى التغطية. بس ده انشتلات دي عمرنا سنتين. آآ برضو هنا تمانع بيوصل لمنطق مئة ربعمية وممكن توصل لخوصمينة جنيه. لا يحتاج تغطية في الشمس المباشرة في اصناع الصيف. آآ لانه نبات يتحمل جدا لتفاعد الحرارة وتحمل الشمس المباشرة. آآ مشروع جميل جدا ومربح وموضوع ولا يحتاج الى اي خبرة. طبعا اتقول لك ازاي اتعاني مع هذه النباتات آآ طوال السنة آآ من حيس عملية المقاومة للأفات والامراض. اول حاجة لمقاومة الامراض الفطرية بعد ما مزرع واشرة باجيب كيس كابريت ميكروني اللي هو السوريل ميكروني. آآ بيكون آآ وازده سبعمائة وخمسين جرام. ده تابعنا حوالي عشرين جنيه مصري. وبدأ ويبقوا في حوالي متين لتر مية. وابدي كل الصيس حوالي نص لتر او لتر ما فيش مشكلة خالص. آآ ده بيعمل لي وقاية لنبات طوال فطرة الشتاء بدون اي اصابات فطرية. اجيب بقى في فطرة الصيف عشان احمل نبات من الحشرات. بعمل كده رشدين تلاتة فطرة الصيف بدأ من شهر خمسة وستة وسبعة وتمانية ممكن بيبقى اربعة رشد كل شهر مرة. آآ ارش اي مبيد حشري زي المالاسيون زي اي مادة كلوب رفوس. تمانية واربعين في المية. معدل واحد ونص ميلي من المبيد على لتر مية. وابدأ ارش نبات رش خفيف. دايما بيكون رش بتاعي اما في الصباح الباكر او عند الغروب. آآ هو ده كل الرعاية والعناية اللي بعملها لهذا النبات سواء كان السارو جلد السار اللي هو الليموني. او آآ الطوية جلد وهي اكثر طبعا تحمولا من السارو. آآ ما بيحتاجش اكتر من كده. وبكون كده عملت مشروع آآ بدون خبرة مش محتاج عناية خاصة. آآ برأس مال قليل وايه ربحت منه. ارباح ممتازة جدا جدا جدا. شكرا لحسوس معكم وايه لقاء فيديو اخر ان شاء الله.